ومن جهته أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده سعت منذ اليوم الأول للحرب لوقفها وتجنب التصعيد الخطير الذي أودى بحياة ألاف المدنيين الأبرياء ودعا الرئيس المصري لوقف الحرب فورا مشددا على أنه لا يمكن تبريرها على أنها دفاع عن النفس وكما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلما وحزينا يكثف سواءات يكشف سواءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافض الادعاة الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف الحضور الكريم إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوة أخرى وينبغي وقفها على الفور اشتركوا في القناة